السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبايب قلبي في فيديو جديد على قناتكم المفضلة قناة خيط بنفسك لتعليم الخياطة فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون مميز هنقدم في طريقة قص البنطلون الرجالي على الأماش وهنقص البنطلون اللي معنا ده بانطلون يكون بكسرتين وبانطلون يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص بأسهل طريقة إن شاء الله مع بعض كده المقاسات هسيبها لكم على الشاشة أهوت أول حاجة طول البنطلون اللي معايا مية وستة سنتي وبزود كمان ستة سنتي كده إيميت الرافية بتاعة البنطلون بعد كده هاخد الطول كده أهوت وأسم المزورة على جزئين كده يعني المنتصف بتاع المزورة أهوت تمام؟ بعد كده هطلع خمسة سنتي كده من فوق تمام؟ يبقى أنا كده حددت آآ طول بتاع البنطلون وحددت الرجبة بتاعة البنطلون بنشد خط كده بالمسترة أهوت مع بعض عند الرجبة وبنشد خط برضو عند الديل أو انتهاء الطول بتاع البنطلون في البداية كده بحب أقول لكم الناس اللي أول مرة تتابعني يعني ما تخليش المشاهدة بتاعتك توقف عند الفيديو ده بس لا قناة بتاعتنا عليها شروحات كتير جدا لكل حاجة أنت تتوقعها وتتخيلها وشروحات مميزة وشروحات كاملة مبتدئين ومستوى متوسط ومحترفين كل شيء معنا إن شاء الله طيب أنا دلوقتي خلصت الطول إست الطول وعملت حساب وإست الرجبة تمام أنا عايز أطلع الحجر بتاعي أطلعه إزاي الحجر بتاع البنطلون يا جماعة بقيس بقسم الطول بتاعي الكامل على أربعة طول بتاعي مية وستة على الأربعة يطلع معنا ستة وعشرين سنتي إست ستة وعشرين سنتي وطلعت خمسة سنتي كمان فوق أهوت وبشد عليهم خط بالمسترة كده يبقى القاعدة بتاعتنا بنقيس طول البنطلون ونطلع ونقسم على أربعة يبقى ظهر معنا الحجر ولو الزبون عايز الحجر يوسع حاجة بسيطة ممكن أزود سنتي أو اتنين ما فيش مشكلة خالص تمام كده طيب بعد كده أنا حددت الحجر بتاع البنطلون والرجبة بتاعت البنطلون والطول بتاع البنطلون أنا عايز حاجة دلوقتي أشتغل عليها أساسية أول حاجة هشتغل عليها الدوران بتاع الهنش بتاع البنطلون يا شباب دوران الهنش بتاع البنطلون دوران الهنش اللي معايا كده واحد وتلاتين بعمل كمان ستة سنتي أهمت بزود ستة سنتي كمان وبعمل علامة نقطة كده وبشد بالمسترة بتاعتي بقى كده بطلع الخط طولي تمام كده والخط الثاني برضو كذلك دوت هيكون قيمة البتاليتة بتاعتي أنا بنزل بقى بالدوران كده دوران بتاع الحجر بتاع السدر بدورها بإيدي كده الموضوع سهل هاوقت يا شباب لحد كده بقيس الحجر بتاعي بشوفه يعني زي ما أنا عايز ولا لا الحجر بتاعي طلع مزبوط طلع تلاتين معايا علشان الزبون عايز الحجر واسع شوية تمام باجي هنا علشان البطن هنا بنزل حوالي سنتي ونص كده يا شباب ولو البطن كبيرة قوي بنزل كمان لحد تلاتة سنتي علشان البنطلون يريح كده في اللبس ما يبقاش عامل عبعبة أو أي حاجة تكون مش مريحة في لبس البنطلون هنا بقيس خمسة سنتي أنا هعمل البنطلون ده بتالتة منه فيه زي ما قلتلكم بقدم الشرح دوت أسهل طريقة القص البنطلون للمبتدئين معانا اللي عايزين يتعلموا قص البنطلون إن شاء الله هقدم لكم أكتر من قص أكتر من قصة للبنطلون الرجالي أنا كده حددت العرض والطول بتاع البتالتة لسه طبعا وأنا شغال على المكناة ونقفل البنطلون ده إن شاء الله إحنا عاوزينها وإن شاء الله كل حاجة تبقى تمام معانا طيب أنا كده أسست البنطلون الأطوال والعرض وكل حاجة أنا عايز حاجة أساسية أشتغل عليها في البنطلون علشان الكسرة زي بنقول بالبلد كده ميزان رمانة ميزان للبنطلون أنا بقيس السدر كده بالشكل ده وبقسمه على 2 السدر اللي معايا عندي 38 سنتي أقسمه على 2 ودي علامة بالمركة كده دي أصبحت هي كده رمانة ميزان البنطلون يعني الميزان بتاع البنطلون أنا أقسم من هناك 18 أقسم من هناك 18 برضو ودي علامة كده وهنا برضو إيس 18 أهوت من الجنب كده وإيس هنا برضو في الآخر 18 واطلع فوق وإيس 18 من فوق برضو كده كده الدنيا معانا تماما هوت نشد بقى بالمسطرة كده خط طولي علشان نسبت الخط دوت ونسبت الميزان بتاع الخط كده أو حاجة نمشي عليها أساس نمشي عليه للبنطلون هو الخط ده طيب حد كده تمام مشي مع بعض واحدة واحدة وملامح البنطلون ملامح السدر بتاع البنطلون ابتدت تظهر كاملة معانا أهوت باجي هنا بشوف الرجبة بتاعتي أنا عاوزها كام سنتي والطول والعرض بتاع الرجل بتاعتي أنا عاوزه كام سنتي العرض بتاع الرجل بتاعتي من تحت أنا عاوزه 22 سنتي هعمل 11 من هنا تمام لو في مقاسات بتبقى عريضة أوه يا شباب بنتطر نخلف في القصة دي ونرحل ناحية لبرا شوية علشان الحجر معانا يطلع يبقى تمام هنا برضو كذلك هوت الرجبة بتاعتي 28 سنتي هعمل 14 من هنا و14 من ناحية تانية وزي ما قلتلكو لو المقاس كبير عريض علشان الحجر بتاعي يطلع مظبوط بتاع الدهر من فوق من ناحية تانية عشان بقلي بالبنطلون باتطر رحل لبرا شوية خلينا طبعا واحدة واحدة معاكو ان ده مقاس يعني متوسط ويعني ان شاء الله باذن الله البنطلون هيطلع منه مرتاح ده متر ونص انا جايب متر ونص يا شباب متر ونص هاجي بعد كده هعمل اشد بقى الدوران بتاعي بقى بتاع الرجل كده وانا نازل به على تحت بالريجة كده بالراحة ولو الاستقامة بتاعت الرجل جابت معايا جابت ما جابتش هاجيبها بالريجة المستقيمة عادي عادي ما فيش مشكلة خالص لو جابت معايا تمام كده ماشي ما جابتش هاجيبها بالريجة المستقيمة عادي هجاي بايت دورب صغير بس كده اصلاحه كده اهو علشان الانسيابية بتاعت النازلة بتاعت رجل البنطلون تكون مزبوطة ويكون الدنيا تمام بعد كده اجي بقى من تحت من برا كده بالريجة اللي هي العدلة دي واطلع خط كده مستقيم على الرجل بتاعت البنطلون كده ان شاء الله انا يعني الى يعني بوضح الشرح بكل سهولة وكل بساطة هوت واحدة واحدة ولو في اي حد في حاجة مش واضحة له يكتب لي كده اه تعليق كده او كومنت كده يكتبهولي تحت في اسفل في الفيديو وانا ان شاء الله برد على اي تعليق انا ما بتأخرش عن حد وادخله حتى شوفوا التعليقات اي حد بيستفسر عن اي حاجة ما بتأخرش عنه في حاجة خالص ان شاء الله باذن الله الكل يستفيد ويكون الشرح بتاعنا سهلة عليكم وما تكونش فيه حاجة صعبة على حد خالص وباذن الله تبقى احسن مننا كمان طيب كده ملامح يعني يعتبر السدر او مش ملامح يعتبر السدر كده معانا اكتمل وما عادش فيه اي صغر خالص هنا في الديل بس باجي هنا مطلعش باستقامة عدلة اطلع افتح على برا سينة بسيطة كده علشان واحنا بنرف البنطلون تلاقوا الرافية مريحة ومرتاحة معاكم متعملش تشريب ولا تعمل اي حاجة كده السدر بتاع البنطلون بتاعنا كمل اهوت اه والمقاسات بتاعتنا طبعا اه تدر يعني مثلا اه تدربوا المقاسات على الشغل اللي انا قصه دوت هنا هعمل برضو الحتة دي برضو على برا شوية بتاعت الرافية زي ما قلتلكوا علشان وانا برف البنطلون ان شاء الله في الفيديو بتاع التقفيل هقول لكم برضو ايه انا عامل دي كده ليه شرح بتاع البنطلون يا شباب هيكون متقسم لتلات اجزاء ده الجزء الاول وفي الجزء التاني تمام اه برضو عشان اه القص هيكون متقسم لجزء ايه تمام والتقفيل بتاع البنطلون يعني القص جزء اول وجزء تاني التقفيل بتاع البنطلون ممكن يبقى جزء او جزء على حسب ما الفيديو يطول معي ان شاء الله بازن الله هنزلكوا اه الشروحات دي كلها هتلاقيها نزلة مرة واحدة علشان اه مفيش حاجة تهم عليكم مفيش معلومة تهم النوكو يبقى المعلومات كلها ان شاء الله موجودة في وقت واحد قمنا الوسط بتاعنا واحد وخمسين السدر بتاعنا تمانية وتلاتين هوات الرجبة بتاعتنا تمانية وعشرين الديل من تحت الوسع بتاع الرجل من تحت اتنين وعشرين الطول بتاعنا مية وست كده المقاسات بتاعت البنطلون كلها وضحت اهيت طبعا احنا يعني بنقدم شرحات قيمة وشرحات ممتازة فلما يقابلك فيديو زي كده انتوا حاولوا تنتهزوا الفرصة اللي زي كده وتحاولوا تشاهدوا الفيديو كامل وما يكونش فيه تصرع او فيه ملل او زهق احنا ان شاء الله بنقدم كل حاجة مفيدة اهوات ما بنتأخرش باي حاجة ولا بنبخل باي حاجة عليكم بنشرح بالمصدقية ومن قلبنا ان شاء الله بإذن الله الكل يستفيدوا وتكونوا احسن مننا بمراحل كمان طب المطلوب منكم ايه المطلوب منكم ان انتوا تشاهدوا الفيديو للنهاية والمطلوب منكم اللايك الجميل بتاعكم تعليق كويس علشان الفيديو ده يوصل لاعلى عدد عدد ممكن من الناس يعني اه حاولوا كده تحبوا الخير لبعضكم وعلشان الكل يستفيد ربنا يفتح علينا وعليكم من علمه كده ومن فضله نلف كده البنطلون عشان نقص الرجل كده واحنا مرتاحين يا شباب وعلشان تبقى الصورة واضحة لكم في الكاميرا ماشيين اهوت واحدة واحدة كده ونطلع ونطلع بالحتة الاخيرة دي نطلع بيها بالراحة كده في الدوران بتاع الحجر ده بتاع السدري نطلع بالراحة كده نطلع بدي عادلة الاول ونشيل بقى الحتة الصغيرة دي اللي تحت انزل بيها شوية ما اطلعش لحد الاخر كده هنزل بيها من تحت شوية كده واخدها دوران خفيف دي هتبقى ترياحكم في الشغل بتاع البنطلون وانت بتقفيل البنطلون كده السدري بتاع البنطلون بتاعنا اكتمل اكتمل معاك وهوت ان شاء الله بازن الله يعني اه كده يبقى الجزء دوت اعتبر اه احنا خلصنا مع بعض الجزء التاني بصة شباب ده ده البنطلون ده ده الاساس ده اللي هنعمل منه الكسرة بتاعت البنطلون هندي فرضي برضو هنا كده علشان كسرة بتاعت البنطلون تعمل الكسرة تلاقي البنطلون نازل معاك مصطرة ما يكونش فيه خلل في البنطلون ولا فيه اي حاجة خالص كسرة علشان كده احنا عملنا رمانة ميزان البنطلون طبعا بتمنى يكون الشرح بتاعي ده عجبكم وان شاء الله تابعوني الجزء البنطلون دوت ليه جزء تاني هنزله خلاصة هوت والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته